السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Social News اليوم جبنا لكم موضوع جداً شيق وممتع ومثير للاهتمام ممكن مثير للجدل ممكن مضحك ما بعرف ولكن الموضوع له علاقة باليمن فإنت لما تحكي اليمن حب إيدك على رأسك السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم بعد الصلاة على رسول الله نبدأ حلقتنا اليوم حلقتنا عن يوتيوبر يمني اسمه دولا مولا كلام مش عن دولا مولا بذاته أو عن برنس اليمن مثل ما بسميه حاله الكلام عن موقف ضريف حصل معاه أو تعمد إنه يصير معاه لأنه يسافر من مكان إلى مكان آخر علشان يلتقي بشخصية أيضاً مثيرة للجدل وهي شخصية الرئيس الأمريكي أو الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب يا جماعة الخير لما نتكلم عن برنس اليمن دولا مولا نتكلم عن الكوميديا ولكن لما نضيف للموضوع دونالد ترامب أيضاً نتكلم على كوميديا ساخرة من نوع آخر لأنه شخصية مثيرة للسخرية للجدل شخصية مثيرة للتساؤلات شخصية مثيرة للجدل برجع بكرر هالكلمة ليش؟ لأنه هالشخصية من يوم السلام الرئيس لأمريكا بعد ما ترك البيت الأبيض واستمر بحياته كملياردير أو كأحد أغني أغنياء أمريكا ما زال يثير الجدل يومياً بتصريحاته بعباراته بمنشوراته ووصلت الحكاية معاه أنه منصة تويتر أو منصة X اللي هي تويتر سابقاً بزمن الملاك السابقين اضطروا أنهم يوقفوا حسابه اضطروا يا جماعة الخير أنهم يحضروا إلى أن جاء إيلون ماسك حبيب الروح لدونالد ترامب تملك منصة تويتر سماها X رجع عليها ترامب وقال له تعال إن جن براحتك خبس براحتك يحكي اللي بتحبه هنا منصتنا مفتوحة للجميع واللي بيحب يحكي يحكي طلع بقصة أنه حرية التعبير وإحنا منصة X لا نمنع أي شخص أنه يهذي ما يشاء طيب وين القصة؟ قصة يا جماعة الخير دلة ملة حمل حاله ركب سيارته وطلع على تجمع انتخابي لها الرئيس الأمريكي السابق اللي اسمه ترامب اللي عماله بيحارب لكي يدخل البيت الأبيض مرة أخرى علشان حضرت جنابه حابب يعمل أكبر حملة ترحيل للمهاجرين بتاريخ أمريكا في الانتخابات السابقة كان شعاره لن يجعل أمريكا مرة أخرى لن يجعل أمريكا مرة أخرى بده يعمل أمريكا عظيمة مرة أخرى ما بعرف إذا كانت عظيمة قبل هيك ولا ما كانت هذا نقاش ممكن يختلفوا عليه الناس وممكن يتفقوا عليه ولكن الفكرة أنه ترامب اليوم جاي بشعارات جدا مختلفة عن المرة اللي سابقة عظم الأمور كبرها لأنه خسر مرة انتخابات وعرف أنه الموضوع لازم أولا يا أولا مثلما بيقولوا باليوناني يعني كل شي قبل كل شي ومثل ما كنا نقول زمان لما كنا نلعب وإحنا صغار كنا ندخل على ساحة كرة القدم كنا نقول لعيبها خريبها يعني يا بلعب يا بخريبها وفيش مجال يا بلعب يا بلعب هذا اللي صار بعد ما صرح ترامب وقال أخيرا أنه رح يعترف بنتاج الانتخابات بس إذا كانت لصالحه يعني إذا هو يفاز رح يعترف مش قصتنا هون ترامب بنحكي عنه مرة ثانية موضوع عن دولا مولا دولا مولا شو أعمل يا جماعة الخير راح على السباق الانتخابي على تجمع انتخابي لترامب بعد ما حضر التجمع كيف نشوف هون على الشاشة بلش حبيبنا دولا مولا يرمي كلام بالعربي مع شوية بالانجليزي وصل لمرحلة أنه كسب تعاطف جماعة ترامب وصل بطريقة ما معينة لأول الصفوف عند المؤتمر الصحفي اللي قدمه دونالد ترامب هناك بالحديث معاه بلش معاه بالانجليزي على أساس أنه أنا بدعمك أنا معاك بلش بالشعارات اللي بحبها ترامب وهون ترامب بس سمع هتشوف هون بالفيديو عجزه معي هون بس سمع أنه المرافق لترامب عمال بيقول له عنده واحد فاصل ستي مليون متابع على اليوتيوب ترامب لما سمع هالقصة سمع بقولك عنده واحد فاصل ستي صحيح ترامب عنده مليارات الدولارات يعني ولكن لما سمعوا واحد فاصل ستي مليون هون مرشح للرئاسة شو بده؟ بده شهرة بده يوصل للناس بده حد يوصل صوته فلما سمع واحد فاصل ستي وقف وماد يده سلم عليه ترامب بسلم على يوتيوبر بقول له السلام عليكم هاي هاو عنيو ويلكم تو ماي ريش بتعرف الامريكي الانجليزي الواهو فالمهم هون بتلاحظوا انه بقول له أنا بدعمك وبصير ايش وبيسأله سؤال ميسمعه قل له بالعربي انه اذا انت فست بالانتخابات الامريكية رح توقف الحرب في الشرق الاوسط طابعا انا اللي بوقفها ترامب اذا بتقول له اذا فست بالانتخابات حتجيب القمر توزعه عالكيلو بقول لك هاعملها شو ما بدك بعمل شو ما بدك بس المهم بده يفوز بالانتخابات المهم تعالوا برجع لدول امولا شو بقول له هون ها طليب لطليب مرملك بعد ما قل له انك حتفوز وحتصير وحتوقف الحرب في الشرق الاوسط دولة مللة ترامب وراء بقول له المطي ولد المطي الحمار ولد الحمار تسمع المشهد تعيده مليون مرة اسمع اسمع نعيده مرة ثانية نعيده مرة ثالثة ها طليب لطلي هواي المهم القصة مع دولا مولا قال له المطي والد المطي الاحمار والد الاحمار هو يلقي في الكلمة الكل بيهتي في ترامب ترامب هو واقف في كل يوم دولا مولا معروف عنه طبعا انه هو كوميدي رح تبحثوا عن اسمه على اليوتيوب تشوفوا عنده 1.6 مليون متابع على اليوتيوب انسان كوميدي بيستخدم الكوميدي السوداء حتى اذا بتلاحظوا بالفيديو هنا شوفوا اول ما وصل طلع هنا التقى في مجموعة ناس وبرضو سبهم بالعربي هذه هنا بيقولها قول انك انت الدبة بنت الدبة الاخرى بيقولها قولي حاجة ثانية فالمهم هو بتعمد انه يحكي كلام عربي هذا الكلام هم مش فاهمين وبيعدوه فهو بيضحك عليهم مش بيضحك معهم ففي فرق ما بين واحد بيضحك معك وفرق ما بين واحد بيضحك عليه متابعين برنامج سوشال نيوز عبر قناتي على اليوتيوب بحييكم وانما كنتوا اكيد خلونا نروح سوا لنشوف بعض التعليقات على السوشال ميديا لبعض المتابعين اللي كانت ردد فعلهم ما بين ايجابية وسلبية ما بين داعمي وما بين منتقدي لكلام او لا الفعل اللي قام في برينس اليمن دولا مولا خلنا نروح فاصل ونرجع نسمع او نقرأ تعليقاتهم طبعا لا ننسى انه نركز هون مع بعض على المقطع وهو بيقول له الطلي ولد الطلي ترامب مبتسم ترامب لانه هو عنده شعور العظم يا ترامب من الشخصيات اللي عنده شعور العظمي لو لاحظنا انه في تصريحات لبعض علماء النفس بيقول لك ترامب من اشد المعجبين بحاله هو عنده اللي هو شفت الحال بنسميها بالعربي يعني دليل على هيك او بعض الامثل اللي اخذوه علماء النفس على تليفونه الشخصي حاط صورته هو خلفية هو عامل باصبع وهيك يعني هو اصلا بيحب حاله يعني هو من الناس اللي ممكن بتفرج على المرأة وبتغزل بحاله الله اعلم طبعا هون كرمان بيقول ذا يمني مجنون محبتكم يا اليمن من افغانستان طبعا كرمان من افغانستان بيقول محبتكم يا اليمن بيحب اليمن وبيعتبر يعني بيحكي عنه مجنون طبعا الجنون هنا من منطلق ايجابي لانه كل انسان مجنون في اداء عمله ممكن يكون متميز لانه الجنون احيانا بيكون شيء جميل ولكن انجنوا بعقل وعبر منصة اكس جابر بيقوله والله انك رفعت رأسنا جميعا نحن اليمنيين وايضا كل المسلمين والعرب وفي تعليق اخر على منصة فيسبوك احمد يقول هذه ليست شجاعة لانه لم يقولها باللغة الانجليزية وفي تعليق عبر منصة انستجرام محمد يقول طبعا هذه الشجاعة اليمنية والشجاعة اليمنية معروفة وهذا اكبر دليل عليها شكرا لكم جميع احبائي متابعين برنامج سوشال نيوز عبر منصتكم وعبر صفحتكم وعبر قناتكم هارون تيفي وهارون رشيد احييكم اينما كنتم متوجدتم شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على الدعم لو عجبتكم الحلقة ياريت هون بتكون اعتقد او بتكون هون واحدة من ثمتين هون او هون ياريت هون تعملونا تفعيل الجرس اعجاب على الفيديو وتعليق يحكو لنا رأيكم بتصرف هاليوتيوبر اليمني وياريت لا تنسوا شير دل حلقة ولا تنسوا انه يوم السبت ساعة ثمانية مساء رح يكون عندنا بث مباشر للسحب على خمسين دولار عشان تدخل للسحب ما بلزم انك تعمل الا شيء واحد بعد ما تكون اكيد اشتركت في القناة شير وتعليق هالفيديو وبتكون دخلت السحب على خمسين دولار اللي رح نبعث لها لك من خلال بي بال وايز ويستر يونين مونيجرام او حوالي بنكية كي بتحب اكيد الخمسين دولار حتوصلك وإحنا هنكون ساعدين جدا انت كسبت الخمسين دولار وإحنا كسبناك معنا متابع لقناتنا ونتشرف فيك ونتشرف فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم وتوجدتم سوشيالي نيوز السلام عليكم